وستترقب دولي واسع أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ كافة التدابير والإجراءات المنصوص عليها في حدود سلطاتها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة على أن ترفع بذلك تقاريرا مفصلا للمحكمة خلال شهر بشأن الإجراءات المؤقتة التي ستتخذها وأوضحت محكمة العدل الدولية أن قرارها جاء بعد أن رأت أن الأدلة والبرهين التي قدمتها جنوب إفريقيا معقولة كانت قضية بمحكمة العدل قد قرأت الحكم الخاص بإجراءات الطوارئ في القضية مؤكدة أن المحكمة رفضت طلب إسرائيل الخاص برفض الدعوة المقدمة ضدها وأضافت أن لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة بشأنها كما أعربت المحكمة عن قلقها البالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في قطاع غزة